كنت في يوم من الأيام كده قاعدة وعلى غفلة جاني أحد وقال لي يا مش إلهام إحنا العائلة كلنا متجمعين قلت الله جميل جدا إحنا من زمان ما تجمعناش يا جماعة والله فشحتهم واحد واحد إننا نتجمع في حتة واحدة ما فيش حد عايز يتجمع قالوا أيوة خلاص النهاردة متجمعين بس في جروب جروب إيه؟ ما كان اسمه جروب لا جروب على الواتسا أب قلت يا جني لا يعني ما تجمعناش في الحقيقة أنا تجمع فيرشوالي فيرشوال حاضر ندخل على الجروب طب اسم الجروب إيه؟ قالوا لي اسمه العائلة السعيدة الله الاسم جميل وكله قلوب كده قلوب والعائلة السعيدة قلت الله أخيرا أخيرا حشوف العائلة من منظور آخر أخيرا حشوفها سعيدة وقلوب كمان يعني حنان عايز أخش الجروب دخلت الجروب مع أول ما دخلت الجروب العائلة لكل يرحب بي ويهلق سعادة غمارئ فعلا اسمه على مسمع عائلة سعيدة فعلا ماشاء الله كلهم سعاداء جوا الجروب ماشاء الله ومن كتر السعادة بقى وعايزة أكتر أنا عارفين الإنسان طب ما عايز سعادة أكتر فقلت لا لازم أطلع على فوق واشوف اللي فاتني فطلعت بقى على فوق وشوفت في البداية مشاتل جميلة حضائق بستيني يعني صباح الخير ومعها حزمة ورد صورة بعدين صباح النور ومعها حزمة جارجير يعني فيه ورد وزرع كتير في جروب حلو يعني أنا حشيت نفسي في الهايد بارك يا جماعة خشيت بقى قلت أطلع فوق أكتر لقيت هنا حصل فيه يعني استغراب عندي يعني أنا قلت يمكن أنا غلطت ودخلت على محل عطارة ومش عارفة يمكن سوق تفاهم سوق منقلب مش عارفة بس لقيت مازلا اشرب ينسون في الصبح عشان لا تقعي في الغلط او في الرزيلة اعملي اضرابي نفسك ببرتمنح اضرابي نفسك ببرتمنح حبة البركة سبع مرات في اليوم فأنك ستنجح يعني حلو حلو مواعظ نصيح جميلة صراحة طلعت سعادة غمرتني أكتر طماعة طماعة طلعت فوق أكتر طماعة بقى خشيت فوق أكتر هنا لقيت حاجة يعني هنا تلخبطت بقى برضو فيه سوق منقلب المالي أما مش فهمة قلت يمكن يكون دي صفحة الحوادث أنا محمولة بيعلق يا جماعة دخلني على صفحات تانية لقيت مرات ابني أختي فلان جدتي اتوفت يا لهوي الله يرحمها خشيت أكتر لقيت فلان دخلت إزازة يا لهوي طب دخلت أكتر فلانة ماتت الحمد لله يا ربنا يرحمها يعني حزنتي صراحة بكيت كثير في الصفحة كثير أوي 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 قلت لأ خلاص يمكن ده كان يعني حدث وراح دخلت لقيت صراحة زي ده كثير ماوس من كتر السعادة اللي غمرتني كنت حموت من الجوع بس مكلتش طلبت ومكلتش طلعت كملت بقى طلعت على فوق لقيت لا تأكل الفراخ فإنها تضرب القبر بالبوتوكس والفلر قلت لأ والله مش أكل الفراخ فإن اتصلت على المتعم كانسلت الطلب على طول قلت مش عايزة العيلة بتفهم أحسن منك مش عايزة أكل خلاص قلت حكل في البيت حندومي اتصلت عباب المساعدة المنزل قلت لأ عايزة حندومي طلعت على فوق مكتوب الحندومي سيقتلك قلت لأ يا جمعنا مش عايزة موت مش عايزة حندومي حاكل شبسي حطيت إيدي حتى إيدي على كس الشبسي لا تأكل الشبسات ففي واحد مات يا لهوي حتى شبسي مش عايزة خلاص مش حاكل جوالت أكتر في هذا الجروب الجميل رائع السعيدة فلاقيت ابن أخت الزغيرة خرجة من الجروب من كم يوم قلت غريبة طلعت فوق أشوف السبب لقيت أمي حطة قوضة مترتبة وكاتبة شوف الناس كيف يرتبوا غرفتهم يا عويلة يا لهوي طلعت شوية أكتر لقيت أبويا كاتب انت لا ولدي ولا أعرفك طلعت أخويا الصغير ليفت طلعت أشوف الأسباب طلع ما حلقش شعره لا أنا قلت ده حلو جروب عائلة سعيدة أكيد ستغمره نوع من أنواع التربية تربية عمالين يربوا الأبناء في هذا الجروب طبعا عشان إحنا مش بنتجمع في البيت فبنتربى أنا على الجروب في تحذيرات وحاجات وتربية ورعاية الأكل حاجين على الجروب على فكرة ماما حتى طبخات كل الطبخات وكل الحاجات الطبخ وعمتي وخالتي وكلهم يضرب في كله وفيه صب جروب للجروب يعني فيه ناس برا بتعمل جروب خاص عشان تضرب في الجوة وتقول شفتي فلانا قالت إيه وعلان قال إيه وزعبولة القولة قال إيه وعمتك شفتي وخالتك شفتي قالت لأ أنت ما تكلمش بنت خالت قالت كده في الجروب انتهت العملية لفت زا جروب خرجت من الجروب جروب العائلة يبقى سعيد زي المسمى اللي مكتوب فوق والقلوب المتابع سرة فوق يا إما يتلغي تماما إحنا مش نقصين يا جماعة نخش تحذيرات وضرب ومضروب ودج بالكلام كل حد بيدج التاني بالكلام وعملين جروبات برا أنتو في ملعب كورة أنتو بتطلعوا تعملوا الخطة بقى في الخاص وتخشوا بقى تضربوا في الجروب مش معقول يا جماعة كل دجدجة في الكلام وتحذيرات وتربية والرعاية وتحذير ووعيد وغضبت عليك دنيا واخرى وانتو مش ابني وانتو مش ابني طب ليه في الجروب وانا ليه لازم أخش الجروب ما انا شايفاكو في البيت ما انت قطت جنب قطتي انا اخش معاك في الجروب انا مش قادرة يا جماعة ما عنديش وقت ألبس شراب مش قادرة عشان أخش جروب يا حبيبي مش معقول اعملوا عيلة سعيدة فعلا تبدلوا الحاجات الإيجابية يا جماعة عايزين عائلة سعيدة فعلا معرفتش اتعبر بالكلام ام اتعملت جروب وعبرت بالكتابة ده الفكرة من الجروب العيلة ونتجمع في معرفة الأخبار الحلوة البعض والأخبار السيئة رب ما يجيبش سيئ نتبادلها لو في حاجة تستدعي حضورنا مش نوزع طاقات سلبية طول الوقت في الجروب وتحذيرات يا جماعة انا مش لقي أكل أكل ومن كدر التحذيرات في الأكل اللي جاتني على الجروب انا حط المية جاني عليها تحذير